إلى التفاصيل التقى جلالة الملك عبدالله الثاني رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي حيث جرى بحث أليات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وجرى أيضا خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية في شتى الميادين ولأسيما في مجالات التعاون العسكرية حيث أعرب جلالته عن تقديره للمملكة المتحدة على الدعم الذي تقدمه للأردن في مختلف المجالات خصوصا ما يتعلق بالتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين وكان جلالة الملك أعرب خلال اللقاء عن تعزيه لرئيسة الوزراء البريطانية بالضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيرا قرب البرلمان البريطاني معربا عن استنكاره الشديد لهذا الهجوم الجبهن وبدورها رئيسة الوزراء البريطانية أعربت عن تقدير بلادها لدور المحوري الذي يؤديه الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وزار جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيسة الوزراء البريطانية قيادة قوة رد الفعل السريع حيث استمع إلى إجازة عسكري قدمه قائد الوحدة عن المهام والواجبات والبرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة ضمن برنامج التدريب والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين هذا وغادر جلالة الملك أرض الوطن في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من أركان الإدارة الأمريكية ضمن الحملات الأمنية المستمرة لضبط تجاري ومروجي المواد المخدرة تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 644 قضية حيازة وترويج لمواد مخدرة خلال النصف الثاني من شهر أذار الماضي مديرية الأمن العام بيّنت أن هذه القضايا سجلت منها 100 قضية إتجار ومحاولة تهريب و544 قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة تم تحويل مجموعه 928 شخصا للقضاء من المتورطين بعد انتهاء التحقيق معهم أثار التقهير الذي أصدره مركز راصد حول سفر أعضاء وفود برلمانية لمدة 450 يوما إلى خارج الأردن وبكلفة مالية فاقت الربع مليون دينار أثارت موجة مشاحنات ومشدات كلامية بين رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفنطسة ومدير مركز راصد لمراقبة أداء المجالس النيابية عامر بني عامر خلال استضافتهما ضمن برنامج نظل بلد يوم أمس تقرير راصد حول سفر وفود برلمانية إلى خارج الأردن بما مجموعه 450 يوما وبكلفة إجمالية فاقت الربع مليون دينار بحسب التقرير عبرت حوله أمانة النواب عن أسفها معللة ذلك بأن هذا التقرير يعد مضللا للرأي العام في الوقت الذي يواصل فيه النواب جهودهم لإعلاء الدبلوماسية البرلمانية الأردنية بالتزامن مع اختيارهم في عضوية برلمانات عربية وعالمية متقدمة هذه البرلمانات التي نحن أعضاء فيها وحصلنا خلال الفترة الأخيرة عثلت أربع مواقع منها رئيس البجلس ومنها الزميلة وفاء بني مصطفى ومنها الزميل خالد أبو حسان أخذوا رؤساء لجان متقدمة في هذه البرلمانات هذا فخر للأردن وتمثيل حقيقي للأردن واندل على شيء بيدل على الحضور القوي للبرلمان الأردني في الاتحادات الدولية والعربية بحسب مدير مركز الحياة لمراقبة أداء المجالس النيابية راصد بيّن أن هذا التقرير جاء ليوضح ما تم العمل به في إطار المجلس للشارع العام وليس المقصود به أي إساءة للبرلمان أو لأعضائه تقرير بيحكي عن أنه في سفر وفي أيام سفر وإذا كانت هذه الأيام السفر هي أيام محقة زي ما بيحكي ساعاته من حق المواطن الأردني أن يطلع على تفاصيل هذه السفرات نقطة تحول في آلية عمل المجلس فبعد بيان أمانة النواب وانتقادها لتقرير راصد أخذت العديد من التساؤلات تطرح من قبل الأخيرة حول التقارير التي يصدرها المجلس ودور ديوان المحاسبة في مراقبة عمله من ناحية المصروفات في ظل ما يشهده الأردن بما يمكن وصفه بانتكاسة في ميزانية الدولة وخلال الحلقة ذاتها من نبض البلد توقع بنعام وزارة الأشغال العامة والإسكان لا يشهد طريق عمان إربد أي إغلاقات خلال الأسبوعين المقبلين واعدا المواطنين بأن تنتهي أعمال وإعادة تأهل الطريق قبل شهر رمضان المبارك إغلاق الطريق خلال يومين الماضيين كان بتعلق بموضوع إزالة الكتل وفتح طرق معينة مشان لما نسكرنا مبارك نحن نقدر نتحرك ضمن هذه المنطقة بدون ما نأثر على سلامة الطريق هذا هو سبب الإغلاق خلال يومين الماضيين خلال الأيام القادمة ما رح يكون في أي إغلاق خلال الأيام والأسبوع والأشهر القادمة؟ لا إن شاء الله خلال الأسبوعين الجايات ما فيه إغلاقات خلال الأسبوعين القادمة ما فيه إغلاق إن شاء الله والطريق بده؟ يعني إن شاء الله لو نحوط طريق عادي أو كميات طمم معين بدك تجيلها ترعسب بدك القدقالية قبل رمضان بعد رمضان إن شاء الله قبل رمضان ألقت قوى الأمن القبض على مجموعة من المحتلين الذين يقومون بافتعال حوادث ذهس مقابل ابتزاز المواطنين وأخذ مبلغ من المال في عمان يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة السير المركزية عن زيادة أعداد مندبي الحوادث في جميع المراكز الأمنية المنتشرة في محافظات المملكة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين نتابع هذا التقرير مجموعة من الشبان يقذفون بأنفسهم أمام سيارتك بوقوع اشتباه عملية دهس ومن ثم يبتزونك لدفع مبلغ مالي لقاء عدم تقديم شكوى لدى الجهات الرسمية هذا المشهد ليس مشهداً درامياً وإنما هو حادثة تكررت مع عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة حيث ألقت القوات الأمنية القبض على مجموعة من الأشخاص على إثر عدد من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بقيام مجهولين أثناء مسيرهم بمركباتهم على سرعات منخفضة بإفتعال حوادث دهس وطلب مبالغ مالية لقاء عدم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جناء العاصمة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المعلومات والتأكد منها وتتبع مفتعيلي هذه الحوادث إدارة العلاقات العامة والإعلام في البحث الجنائي أكدت أن فريق التحقيق تمكن بعد دراسة الأسلوب الجرمي ومواقع ارتكاب الحوادث من حصر الاشتباه بعدد منهم وإلقاء القبض عليهم ليعترفوا بعد التحقيق معهم بارتكاب 13 قضية افتعال حوادث الدهس بالاشتراك فيما بينهم وما زال التحقيق جاريا لضبط ومتابعة كل من يقوم بمثل تلك القضايا بالتنسيق مع شعبة المباحث المرورية في إدارة السير المركزية وفي ظل تكرار عمليات الاحتيال هذه زادت إدارة السير المركزية أعداد مندوب الحوادث ووزعتهم على جميع المراكز الأمنية المنتشرة في محافظات المملكة بحيث يتواجد هناك مندوب للحوادث يغطي الإختصاص الجغرافي لكل مركز أمني بدلا من تغطية اختصاص مدريات الشرطة الواسعة كما كان معمولا به سابقا منذ عام 1972 ومدرسة صبحية الأساسية للبنين في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق على حالها فعد عن بضع تحسينات طفيفة تعاني المدرسة من تهلك في بنيتها ما يشكل بيئة غير ملائمة للطلبة نتابع هذا التقرير اشتكى أهالي قرية صبحية في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق من الأوضاع السيئة التي تعيشها مدرسة صبحية الأساسية للبنين بصورة لا تتناسب مع العملية التدريسية ما من شأنه التأثير سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة إضافة إلى عدم صراحية المبنى من الناحية الإنشائية هاي تأسسنة 1972 التي بنتها منظمة كير والآن غير صالحة ونقلوا الطلابها إلى مدرسة صبحة على أساس أنهم يبنوا محلة بناء جديد والآن لغوا القرار والغاية الآن الطلاب في صبحة يدرسوا وهنا ما أحد بنش فيها ولا أحد أعملها شيء حقيقة هي تنعكس بشكل سلبي على الأجيال القادمة وعندما نسمع أن تصل معدلات النجاح في التوجيه بنسبة متدنية جدا في مناطق البادي عموما وفي البادي الشمالية تحديدا لا تتجاوز 2.5% نسبة النجاح في التوجيه والسبب الأساسي أن تدني نسبة النجاح في التوجيه هو الظاهر الموجود في القاعات الصفية الغير مهيئة للطلاب داخل حدود المدرسة داخليا مدير تربية لواء البادي الشمالية الشرقية بيّن أن المدرسة تتكون من مبنى لا يصدح لاستقبال الطلبة ما دفع بالمديرية إلى إنشاء مبنى جديد تبين أنه يعاني من بعض العيوب الإنشائية التي تم العمل على صيانتها مؤخرا مشيرا إلى نقل صفين لمدرسة الأمير حمزة للثقافة العسكرية القريبة من المنطقة كحل المؤقت لضمان استمرار العملية التدريسية وتوفير بيئة آمنة للطلاب تم إخلاء هذا البناء لعدم صلاحيته وتم ترحيل الصفين التاسع والعاشر إلى مدرسة الثقافة العسكرية التي تبعد 2 كيلو متر عن مدرسة الصبحية وترحيل باقي الصفوف إلى الجناح الجديد طبعا هذا هو حل مؤقت تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وهناك إضافات غرف صفية للمدرسة سيتم إنشاءها إن شاء الله العام القادم ونحن نتواصل مع إدارة الأبن والمشاريع بالوزارة بهذا الخصوص في ظل ما تشهده الدول من تطور وتقدم في العملية التعليمية كمحرك للتنمية في البلدان المتقدمة يبقى السؤال هل سنبقى نعاني في مدارسنا من مشاكل البناء التحتية وعدم وجود بيئة آمنة للتعليم تاركين وراءنا جوهر العملية التعليمية والاهتمام بالطالب كمحور لبناء المستقبل أنس الحراحشة رؤية والآن إلى جولة على أبرز الفعليات والأنشطة المحلية مندوبا عن جلالة الملكة رانيال عبدالله رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعربيات حفل تكريم المشاركات في المصابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الثانية عشرة نحن اليوم مطالبون كأكثر من أي وقت مضى بأن نتمسك بكتاب الله تلاوة وحفظا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإننا اليوم بحاجة إلى حملة إيمانية ننتهجها بالقرآن الكريم حملة إيمانية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون خلص المشاركون في المؤتمر السنوي للجمعية التربوية الأردنية الذي اختتم أعماله في البحر الميت بعنوان رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العالي الأردني إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى معالجة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في الأردن والارتقاء به وتعزيز تنافسيته الإقليمية والدولية التعليم العالي الأردني يواجه مجموعة من التحديات الرئيسية اخترنا منها أربعة تحديات وهي إختيار القيادات الجامعية الأكاديمية وعضو هيئة التدريس الجامعي بين الواقع والمؤمول وتمويل التعليم الجامعي والجامعات الأردنية والتصنيفات العالمية للجامعات التعليم العالي هو الرافع الأساسي لنهوض في أي بلد كان وبالتالي إذا أصلحت التعليم العالي أصلحت المجتمع أصلحت اقتصاده كذلك طوته بالكوادر البشرية المؤهلة التي تقود مسيرة الإصلاح والتقدم وحقيقة أن التعليم العالي في الأردن يواجه تحديات كثيرة طبعاً في ضوء التزايد الكمي لعدد الجامعات الذي فاقلها 30 جامعة كذلك الإقبال الشديد عليه من قبل الطلبة في جميع المستويات قد صحونا أزدغاب زارت أحيى أهالي مخيم إربت ذكرى يوم الأرض ومعركة الكرامة بإقامة احتفال جماهري حاشد في قاعة اليرموك أقامتها لجنة تحسين خدمات المخيم ولجان تنسيق ومؤسسات العمل المدني والتطوعي فيه وألقى المشاركون في المهرجات عدة كلمات أكدوا خلالها على أهمية إحياء المناسبات الوطنية انطلاقاً من التمسك بالثوابت الوطنية حتى تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها نفتخر ونعتز في 21 أضار وهو يوم الكرامة معركة الكرامة التي غيرت الأسطورة التي كان يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي بحيث كان يدي أنه القوة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط والذي هو الجيش الذي لا يقار تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز مدرسة الأمل للصم والبكم بمحافظة الزرقاء والتي تعنى بتدريس وتأهيل الطلاب الصم واطلع وزير التربية على أهم المتطلبات التي تحتاجها المدرسة لا سيما أجهزة الحاسوب والمقاعد والأجهزة الخاصة التي يحتاجها الطلبة طلعنا على احتياجات مدرسة الأمل للصم وبشكل عام ذوي الاحتياجات الخاصة هذول أبنائنا وهم مواطنون المستقبل علينا أن نمكنهم بكل ما أوتينا وهذول أبنائنا اللي عندهم قدرات مميزة في بعض إن كان في الرياضة إن كان في الموسيقى إن كان في العمل المهني وفي شان الفلسطيني ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي والذي سيستمر لمدة أسبوع أعلنت سلطات الاحتلال الاستنفارة في مدينة القدس المحتلة خلال الأيام القليلة المقبلة ما يؤدي إلى تضييق على الفلسطينيين والمصلين وفرض حصار على المسجد الأقصى نتابع هذا التقرير مع اقتراب عيد الفصح اليهودي تزداد عنصرية حكومة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة فقد أعلنت نيتها تجديد إجراءاتها العسكرية وأعلان حالة الاستنفار في المدينة للحفاظ على راحة وسلامة المستوطنين دون الاكتراث للفلسطينيين واحتياجاتهم هي طقوس وثنية بشكل أو بآخر مفادها ومخرجاتها في نهاية المطاف كارثة على الشعب الفلسطيني لا يتخيل مرء في الدنيا هذه سياسة الإغلاقات وسياسة المعاملات المختلفة ما بين يهودي وعربي وهذه العنصرية التي تبدو في ممارسات ميدانية حسب لون الهوية ولون الأوراق الثبوتية ومن مسموح له الدخول ومن ليس له مسموح الدخول أمور لا يمكن لعقل أن يتخيلها ويتصورها في أرض صغيرة بهذا الحجم يعني فلسطين في النهاية هي قياساً بالأردن هي بالكاد ربع الأردن بلد صغير جداً ويقسم فيه الشعب الفلسطيني إلى خمس أنواع بخمس ألوان من الهويات والوثائق الرسمية وخمس أنواع من المعاملات يعني هي فعلياً سياسي اعتاد عليها اليهود وتربوا عليها جيلاً بعد جيل وهي سياسة القيتوز نرجو من المشاهد الكريم ومن كل العالم أجمع أن لا يصدق أنها أعياد على الإطلاق هي ليست أعياد هي اسمها أعياد لكنها هي ممارسات عنصرية فاشية يستغلها الاحتلال لتعبئة وتوظيف وتجنيد عناصر داعشية يهودية يتبعون لـ 27 منظمة يهودية من الدواعش الخطيرين على البشرية جمعاء حتى يفوجهم إلى المسجد الأقصى باعتباره أقدس مكان اليهود فوق الأرض وتحت ذريعة خوفها من حدوث عمليات فلسطينية في المدينة خاصة بعد استشهاد فلسطينيين خلال أسبوع تعتزم سلطات الاحتلال تكثيف عدد أفراد شرطتها في البلدة القديمة وإغلاق بعض الشوارع في الأحياء العربية للتنغيس على المقدسيين وفرض سيطرتهم على القدس هي تفكر في هذا العملية عملياً لتفريغ المدينة وجعل المدينة في حالة فوضى وفي حالة مشاكل وهذا يؤدي إلى بلبلة الوضع ويؤثر كما كنا اقتصادياً ويؤثر تجارياً على المحلات التجارية وهذا مرفوض كل الرفض في موثيق الدولية وقد بدأت الجمعيات الاستيطانية التحضير لفعاليات كبرى بمناسبة عيد الفصح أهمها دعوات لاقتحامات واسعة النطاق لساحات المسجد الأقصى والمشاركة بما يسمى تمرين الذبيحة بعيد الفصح في منطقة القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الجنوبي من القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا أكد الاعتلاف من أجل النزاهة والمساءل أمان في تقرير حول واقع النزاهة والشفافية في فلسطين للعام 2016 أن العام الماضي شهد بعض تطورات الإيجابية في إدارة مجال الوظيفة العامة وبعض جوانب الإدارة المالية مع وجود بعض السلبيات في أداء مؤسسات حكومية في ظل انخفاض سقف الشفافية مع المواطن نتابع هذا التقرير هو تقليد سنوي يلخص ما نجحت الحكومة الفلسطينية في إنجازه وما فشلت في تحقيقه فيما يتعلق بتعزيز نظام النزاهة والشفافية إضافة لإجراءاتها وتدابيرها وسياساتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد كما هو واضح من التقرير أن الحكومة أحيانا حققت بعض النجاعات ولكن في القضايا المهمة الأساسية التي تتعلق بالإدارة المال العام لم تستطع أن تحقق إنجازا فيما يخص ترشيد النفقات بشكل واضح في بعض الملاحظات في إنه الموارد القليلة يجب أن توزع بعدالة فلا يجوز أن يكون في بعض المسؤولين في بعض المؤسسات غير الوزارية يتلقوا رواتب عالية الموضوع اللي ركزنا عليه هذا السنة إنه إذا صلوح القضاء صلوح البلد المسوا بمبدأ سيادة القانون والتعدي على السلطة القضائية وعدم الفصل ما بين السلطات الثلاثة إضافة للاتفاقيات الموقعة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ولماذا تم تجديد للشركة الحالية التي تحتكر تقديم الخدمة للمواطن واتفاقية الطاقة الموقعة مع الاحتلال نقاط عدة توقف عندها تقرير منتظرا الإجابة من الجهات المختصة تقرير هذا العام سلط الضوء وعكس بالفعل انطباعات الناس سواء عبر استطلاعات الرأي أو عبر الممارسة الخطر في هذا العام ومس استقلال مبدأ سيادة القانون الفصل ما بين السلطات الجهاز القضائي وما تعرض له الجهاز القضائي من داخله ومن خارجه أيضا إضافة إلى قضية أخرى مهمة وخطيرة في ذات الوقت وطالما تمت المطالبة به وهي الاتفاقيات التي توقع يعني دون أن تكون هناك نشر لها مثل اتفاقية الاتصالات كيف تمت ولماذا وقع الاختيار بهذا الشكل مثل اتفاقية الطاقة قضايا عدة وجهود مترامية الأطراف يتساءل خلالها من يطلع على التقرير هذا عن كيفية تجميع الجهود الحكومية والأهلية نحو الخروج بواقع يرفع من مبدأ النزاهة داخل المؤسسات الحكومية ويسرع من عجلة الشفافية بين المسؤول والمواطن ليبقى الأبرز سؤال أحد الحاضرين هنا اليوم في مؤتمر إطلاق التقرير لماذا لم تقوم مؤسسة أمان كجهة أهلية باستجواب هيئة مكافحة الفساد بصفتها الجهة الرسمية حول دورها في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة من مدينة البيرا المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية قتل عشرة أشخاص على الأقل وجريح سبعة وأربعون آخرون في انفجارين استهدف محطة مترو في مدينة سان بدرسبورغ الروسية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية الرسمية وأيضا نجم الهجوم عن تفجيرين متزامنين إلا أن خدمات أجهزة الطوارئ ذكرت في وقت لاحق أن تفجيرا واحدا فقط استهدف القطار قبل أن يتم إيقاف حركة القطارات وإجلاء كافة المسافرين والركاب من جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الحكومة تدرس كل الأسباب وراء الانفجار في شبكة قطارات أنفاق سان بدرسبورغ بما في ذلك الإرهاب هذا وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدم وجود ضحايا أو مصابين من الأردنيين في الحادثة في جولتنا حول العالم مزيد من الأخبار منها الإمارات تشدد إجراءة التفتيش على الرحلات المتجهة لأستراليا وارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الوحلية في كولومبيا أعلنت مجموعة طيران الإمارات والاتحاد للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة إخضاع المسافرين المتوجهين إلى أستراليا بدءا من الخميس لإجراءات تفتيش إضافية لا تشمل قيودا على الأجهزة الإلكترونية وجاءت هذه الخطوة بعدما قررت أستراليا تشديد إجراءات التفتيش في حقائب المسافرين الآتين من دوي وأبو ظبي والدوحة في قطر على أن تشمل هذه الإجراءات الإضافية طلب الإطلاع على محتوى الأجهزة الإلكترونية الشخصية لبعض المسافرين أوقفت الشرطة الروسية عشرات الأشخاص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو بعد أسبوع من اعتقال المئات أثناء مسيرة نظمها أليكسينا فالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعلنت وزارة الداخلية الروسية أنه تم توقيف 31 شخصاً في موسكو بتهمة الإخلال بالأمن العام خلال تظاهرة غير مرخص لها فاز رئيس الوزراء الصربي أليكسندر فوتشيش في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى والتي تغلب فيها على أشرة منافسين اتهموه خلال الحملة الانتخابية بأنه يقود البلاد إلى حكم استبدادي تصدر الحزب الحاكم في أرمينيا الانتخابات التشريعية وبفارق كبير فيما نددت المعارضة بعمليات تزوير وهذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديل دستوري مثير للجدل أرسى نظاماً برلمانياً فاز الاشتراكي لينين مورينو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الإكوادور وفق نتائج شبه نهائية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ندد بها خصمه اليميني غيريمو لاسو أعلن الرئيس الكولومبي أن حصيلة كارثة السيول الوحلية التي شهدتها مدينة موكا في جنوب البلاد ارتفعت إلى 254 قتيلاً بينهم 43 طفلاً محذراً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع وتوجه الرئيس إلى المدينة المنكوبة للإشراف على عمليات الإنقاذ التي يشارك فيها أكثر من ألف عنصر إسعاف يسابقون الوقت للعثور على ناجين محتملين في خبر مختلف أحمد المصري يعد أنموذجاً لنبع لا ينضب من الإرادة بتحقيقه لحلمه في تصميم المواقع الإلكترونية على الرغم من إعاقته البصرية لتابع كان عندي زي حساسية على عين الإشمال فأهلي ودوني للمستشفى على اساس أنه يفحصوا العين ويشوفوا إيش ممكن يكون في حل لهذه الحسية فالأطباء اشتبهوا بإشي غلط على عين الإشمال فقرروا أنه تنعمل عملية لعين الإشمال وعساس أنه أظن أن أشوف بعين اليمين لحالها فبعد ما نعملت العملية لعين الإشمال بعدها بفترة أصبوا عين تقريباً أو ثلاثة برضو العين اليمين فقدت البصر كنت أنا كتير حاب أدرس كمبيوتر لما رح تقدم الجامعة رفضوا موضوع أني أدرس كمبيوتر طبعاً حقولي أنه أنت ما رح تقدر استعمل الكمبيوتر الكمبيوتر بدون نظر الكمبيوتر حيكون صعب عليك فما اقتنعه فأنا فكرت أنه إيش أقرب إشي للكمبيوتر أو شو الإشي اللي حيعطيني مدخل للكمبيوتر حكايت والله اللي بكون إنجليزي معه منيح بقدر يقرأ بأي مجال هو بديها فدخلت الترجمة حاولت أقدم لأكتر من شركة فكنت على طول أنه بس ينعرف أنه أنا من ذاول إعاقة البصرية بدون حتى مقابل أنه أنضفت لما سبحان الله يعني صار هون لقيت عكس هذا الحكي تماماً يعني الحمد لله فيه اقتناع بالقدرات أنا ما عم باستسلمت لموضوع كف البصر اللي عندي أبداً ولا رح أستسلم لأنه دائماً فيه يعني أي إشي في الدنيا إلو حل قصة أحمد المصري تتابعونها كاملة ضمن برنامج كرفان لهذه الليلة وإرادة من حديد والآن نترككم مع هذه المشاهد واللغطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر